قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح إن حروب العربي ضد إسرائيل أكدت أن الدولة هي الحامل الأول للقضايا العادلة والاشتعوب ومصالحها سواء حققت النصر أم تعرضت للانتكاسة طارق أضاف على حسابه في منصة إكس نتذكر باعتزاز تجربة مصر الشعب والدولة حيث لم يسمح جيش مصر بأي انفلات خارج الدولة رغم النكسة ثم عال ترتيب معركته فحقق انتصارات السادس من أكتوبر وأكد أن الانتصار لفلسطين لن يكون إلا بدول وشرعيات وطنية مشيرا إلى أن الجماعات التي تدعي تمثيل الحرب ولا تؤمن بالدولة والوطنية تقود الشعوب إلى الانكسارات والتشضي والصراعات الداخلية كما شدد على التمسك بالدولة ورفض مؤامرات الحرس التوري الإيراني الذي هشم الدول العربية في عواصمها بيروت وصنعاء وغيرها